أكد وزير الزراعة وستصلاح الأراضي علاء فاروق على أهمية تعظيم الاستفادة من نقل التكنولوجيا اليابانية والخبرات في مجال زراعة أصناف من الأرز المقاوم للملوحة والجفاف والانعكاسات البيئية في ظل تحديات التغيرات المناخية ونضة المياه مع أمكانية التباحث حول سبل التعاون في إدخال تكنولوجيات الزراعة المائية الموفرة للمياه جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة لسفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي وفد الجايكا اليابانية بمكر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من جانبي أشار السفير الياباني في القاهرة إلى نتائج المرحلة الأولى من مشروع الزراعة الموجهة أي الزراعة من أجل السوق أدت إلى توجيه عدد كبير من صغار المجارعين لمفهوم زراعة المنتجات التي تحتاج إليها السوق ويحتاج إليها السوق المصري حيث نفذت المرحلة الأولى بمحافظتي المينيا وأصيود وستتم المرحلة الثانية في محافظات جديدة منها سهاج والدقاهلية